شيء تاني هذه النبوة طبعا ممكن تكون نبوة شفهية شفوية وهذا شيء متعارف عليه في الخلفية أو العدات اليهودية فيه أقوال كتير تقتبس شفهيا وطبعا البشير متى اعتبرها نبوة مش بالضرورة أن تكون مكتوبة مثلا الرسول بولوس في سفر الأعمال إصحاح 20 اقتبس آية وتكلم بهذه الآية عن الرب يسوع عندما قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخط طبعا هذه قول ليسوع ما كانش مكتوب أو ذكر في الأنجيل لكن اقتبسوا الرسول بولوس مما يتناسب ويتمشى مع حياة المسيح شيء ثالث وهذا مهم جدا أنه كان ينظر على كل منطقة الجليل بشكل عام والناصرة بشكل خاص نظرة طبعا رديئة بسبب السمعة لعدة أسباب هذه المنطقة كانت تختلط أيضا بالأمم وابتدأت من أيام الملك أشور مثلا تغلث فلسر وأيضا ملك حرام من منطقة شمال من سوريا وأيضا بعد السبي الأشوري كان فيه كثير فيه اختلاط مع الأمم وهذه المنطقة بالذات أكثر المنطقة الشمالية كانت تسمى جليل الأمم فمثلا النبو بتقول أرض زبلون ونفتالي طريق البحر يعني فيا مارس الطريق اللي كان بيربط بين العراق طبعا إلى مصر مكتوب جليل الأمم الجالسين في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور فطبعا كان فيه يعني سمعة رديئة عن الناصرة وكانت الفكرة أنه المكان متواضع بسيط حقير محتقر مرفوض مرذول فهون يتكلم عن نبوات عديدة اللي بتتكلم عن تواضع المسيح أو العبد المتألم المرفوض المنبوذ اللي بمزمور 22 أما أنا فدودة عار يعني وهكذا نظرة محتقرة وبعدين اليهود اللي كانوا في أورشاليم كانوا بيحتقروا اليهود اللي كانوا ساكنين بالجليل لأنه ما كانش عندهم شريعة سليم نظيفة كلاسيكية مثل أهل القدس كان عندهم مشكلة باللفز مثلا في اللغة العبرية كانوا بيبلعوا آخر الأحرف أو بيعملوا إضافات لهذه الأحرف فكان ينظر إلى هذه المنطقة أنها وضيعة وأنها محتقرة ومرذولة وكان يقول فلان من الجليل أو من الناصرة شيء آخر وهذا مهم كلمة ناصرة هي مأخوذة من الكلمة العبرية نتسر وهي الجملة موجودة في إشعياء إصحاح 11 آي 1 لتلاتي تتكلم عن مواصفات المسيح ويسمي الغصن الغصن يعني نتسر نتسر تعني غصن أو برعم وأهل الناصرة عارفين أن هذا الاسم يطلق على هذه البلدة لسبة إلى المسيح الغصن شيء آخر بحب أضيفه الجدير بالذكر أنه بلاطس لما كتب على الصليب قال يسوع الناصري ملك اليهود لإغازة اليهود اللي كانوا ساكنين في أور شليم شيء آخر الجدير بالانتباه أنه يسوع المسيح نفسه طبعا شهد عن نفسه عندما تقابل مع شاول الترصوص قال أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده شيء ثاني بل شهد التلاميذ دائما عن يسوع الناصري قال بطرس في أعمال إصحاح ثلاثة ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي فإياه أعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي وأيضا في أعمال إصحاح أربعة وبتشوف هذه العبارة عدة مرات في سفر أعمال الرسل في إصحاح عشرة يسوع الذي من ناصرة الجليل كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معهم